المصرف المركزي الأوروبي يبقى في ختام اجتماع قمته على معدلات الفائد عند ربع النقطة المئوية دون اللجوء إلى إجراءات جديدة لتعزيز الاقتصاد في منطقة اليوروات ضخم السنوي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة تراجع متسارعاً وصولاً إلى 15 نقطة المئوية في أذار مارس وهو أدنى مستوى له منذ دخول الاقتصاد في نفق الركود الطويل في عام 2009 استشرافاً للمستقبل سوف نرصد تطورات عن كثب وننظر في جميع الوسائل المتاحة مجلس الإدارة مجمع على الالتزام باستخدام أدوات غير تقليدية في حدود تفويضه للتعامل بفعالية مع مخاطر تضخم منخفض طويل للأمد كما يقول ماريو دراقي رغم تأكيده على أن التدابير التقليدية لم تستنفذ إلى أن دراقي أشار إلى التيسير الكمية أي شراء سندات لضخ السيولة على غرار الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ماريو دراقي وخلافاً لبعض أعضاء مجلس المركزي الأوروبي يفضل إظهار المصرف على أهبة الاستعداد لمعالجة المخاطر السلبية للتضخم